اصابات حرجة ومتفرقة لسامانية واربعون معتمر مصري في انقلاب اوتوبيس بمكة المقرمة نسأل الله السلامة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم متابعين الاعزاء قالت الخارجية انها تتابع موقف المواطنين المصريين المعتمرين الذين اصيبوا في حادث حافلة بمكة المقرمة وقالت وزارة الخارجية انها تتابع اوضاع المواطنين المصريين المصابين في حادث الحافلة الذي وقع على طريق الجموم بمكة المقرمة والتي كانت تقل على متنها خمسين راكب مصريا في طريقهم لاداء مناسك العمرة وصرح السفير اسماعيل خايرة مساعد وزير الخارجية للشؤون الكنسولية والمصريين في الخارج بان المعلومات الاولية تشير الى ان الحادث نتج عنه اصابة اربعين معتمر ووفاة ثلاثة من بينهم اثنين مصريين وقد قام اعضاء كنسولية مصر في جدة بسرعة التوجه الى مكة المقرمة لتقديم الدعم الكنسولي اللازم والاتمئنان على حالة المصابين وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم نسأل الله العظيم الشفاء العاجل للمصابين وان يرحم المتوفيين ويرزق اهلهم وزويهم الصبر والسلوان وتتابع الكنسولية تقديم كل المساعدة للمصابين وزويهم على مدار اربع وعشرون ساعة من خلال غرفة عمليات طوارئ بمقر البعثة وتتقدم وزارة الخارجية بخالص التعازي لأسر المتوفيين والتمانيات بالشفاء العاجل للمصابين مع الالتزام بتقديم كل الدعم لهم ولأسريهم إن لله وإن إليه رجعون تعدادة الأسباب والموت واحد نسأل الله العظيم الرحمة للمتوفيين والشفاء العاجل للمصابين أعزاء المتابعين وبكده بنكون وصلنا لنهاية خبرنا اليوم دمتم بأمان الله وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته